أيها الأب خذ ابنك معك لأي مهمة تذهب إليها للتسوق لتغيير زيت المركبة لزيارات اجتماعية اجعله يرى الحياة لا تتركه بين الجدران الإسمنتية وبين الأجهزات والشاشات وجوده معك فرصة للحوار والنقاش وصناعة الذكريات لا تجعله عندما يكبر لا يتذكر من والده إلا كثرة شغاله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جاهد نفسك أن تصبر على ابنك لأنك إذا صبرت عليه الآن سيكون رفيقك عندما يكبر وسيسمع لك عندما تتكلم أما إذا أهملته فسيحصل عكس ما تتمنى تذكر جيدا أن رصيد الذكريات الجيدة لا يستهن به أبدا بل يكاد يكون هو الوقود الذي تعمل عليه الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر